صحيفة المواند الفرنسية وانتي تعرف قيمة الصحيفة هذه في الرأي العام الفرنسي عن وندفف تتاحية بانه ما يحصل في تونس هو انحراف استبداد يا احمد ونيس اين سفيرنا في تونس من هذا مش من دور سفير تونس في فرنسا انه يدافع على مصالح تونس انه يعمل حق رد انه يقدم توضيح يعمل حوار صحفي وين ديبلوماسينا في الخارج الاتصال اليوم يتجاوز السفارات اليوم التليفون يضرب بين هذا وهذا وانتي تعرف معناها مارك البيضة تعمل تليفون مباشر كما كانت تتكلم باجي قيس سبسي اليوم تتكلم معناها قيس سعيد معناها التصالات هذه قائمة السفراء قائمين بواجبهم لكن راهم خايفين ما عادش عندهم ثقة في دارهم يلزم الامر هذا يفهمه رئيسة الجمهورية ويلزم الامر هذا التوى ما فهماش ندوة السفراء معناها شيء عليش الضعف هذا يشبينا احنا ما نجموش نجمو نعملو ندوات وما نعملوش ندوة سفراء معناها في العام ونسمعو المظلومين من السلك الديبلوماسي على كل التخوفات بالنسبة للشركاء الاهميين تاع تونس اللي هما أصبحوا ركن من أركان حل الأزمة اللي عايش فينا احنا تونس ما عادش على تونس برك يلزم تونس أولا لكن يلزم كذلك مساعدة أجنبية يلزم تعاون دولي الشركاء امتاعنا خايفين أولا على انهيار الخيار الديمقراطي ثانيا على انهيار الاقتصاد التونسي عليش لأن في الحالتين ولو حالة برك لكن هي أكثر في الحالتين مسؤوليتهم باش يستدركوا الأمر بالنسبة لتونس وهنيا فما خطر كبير على الطبقة السياسية وعلى رئيس الجمهورية اللي حمل نفسه مسؤولية أقوى من وظيفته أحمد وليس انت معال ابقاء على عثمان الجرندي كوزير للشؤون الخارجية في الحكومة القادمة بالنسبة ليا إذا كان وزير خارجي عنده ثقة رئيس الدولة ويخدم بالتعامل مع زملاء في الحكومة ومع رئيس الحكومة يزمه يبقى إذا كان حطه واحد يولي معنى مصمارش حاعة ولا يولي معنى مستهدف من هؤلاء أو هؤلاء ما عنده حتى معنى يزم وزير الخارجي يكون عنده ثقة رئيس الدولة عثمان الجرندي مستهدف اليوم عنده ثقة رئيس الدولة ولذا يزمه يخدم خدمته نجح في مهمته بالنسبة لك بالنسبة ليا إذا كان ما تبعت كل شيء في معمل في نويورك لكن أشار إلى ثلاثة نقاط هامة وهو الخيار الديمقراطي وهو رسالة للعالم مهم مهم هذا السؤال مطروح كل يوم عند العواصم ثانيا أشار على القضية الفلسطينية لأنه فما إهمان معنى في منبر الأمم المتحدة وهي مثوابة تجد لماسي تونس لكن وزير تونس تذكرها معنى بالنسبة ليا هذا مهم جدا وثالثا تقابل مع الزملاء من سوريا بشي أكدوا إحنا راجعين وإن شاء الله نرقاو من قنصلية إلى سفارة وهذا مهم جدا بالنسبة لك نتجه نحو يعادل العلاقات الدبلوماسية إذا ما كانت عليه مع سوريا طبعا هذا ضروري لأن اليوم المستهدف معناه بالنسبة للعالم العربي هي الدولة السورية ما هيش نظام سوري قائم ولا شخص ولا هي الدولة السورية هنك معلومات حاول توجه في هذا الانتجاز يد أحمد؟ طبعا نحن بدينا مع الطيب البكوش فتحنا القنصلية وقعدنا بالاتصال من خلال القنصل اللي هو قائم جبات أكثر من القنصل همتوا برلمانيين وغيرهم بالاتصال كيفاش نرجعوا إلى ما كنا هذا النظام السوري عنده دور فيه ولذا أثمان جاران ديش بدل موضوع هداء وعنده الحق نحن نسألك على فرنسا سيد أحمد برشا يتسائلوا شنو موقف فرنسا الحقيقي مما يجري في تونس خاصة أنه فرنسا واحد من الشركاء التاريخيين لنا كيف يفكر ماكرون في علاقة بما يجري في تونس أيضا خاصة أنه تونس من المرتقب وأنها تحتضن قمة الفرانكوفونية اللي تقول بعض التقارير الإعلامي وأنه مفهم حتى رئيس دولة وازنة في العالم الفرانكوفوني أكد حضوره إلى حد الآن إن شاء الله تنجح القمة ونجاحها بش يكون أولا تونسي إن شاء الله جربة تكون نظيفة وتكون لايقة باقتبال الجميع وإن شاء الله الوطلة متاعنا يقوموا بالواجب والضيوف والمضيفات تقوم بالواجب تكون مفهماش أخطار في الماء وفي الكرهب وفي التسيير وفي المطار وكل شيء إذا كان قمنا واجبنا في هدايا البقية أن الوفود تحضر وهي أكبر قمة احتضرناها منذ الإسرائيل ما يشاء على إمكانية إلغاءها مجرد إيشاعات أم أنه فعلا هناك مخاوط أنا باش تنعقد ولو ما هيش بأغلبية على مستوى رؤساء البعثات رؤساء الدول رؤساء الدول فما فيهم برشة مش ممكن بشهر فما حالة أزمة عالمية فما أخطار رؤساء ما عادش يتحركوا بسهولة يعني نشوفهم في القمة ولو قمة تجمع ثلاثة كل حد شعى صمته يتكلم بالتليكونفرانس عليش تحب نجمعو ثمانين رئيس دولة أنا اعتقادي أنا هذا الظرف ما عادش يملي لكن نجاح القمة هذه نجاح لتونس نجاح لتونس طبعا لكن نجاح لتونس ونربط مع السؤال متاعك فرنسا وتونس فرنسا ما تنظرش لتونس في حلقة محصورة في الزمن أو شخصياتي ألف معناها فريق في وقت من الأوقات فرنسا تخذل تونس كمجتمع متقدم ومتحضر وطلائعي ونجم يكون انطلاق لإصلاحات عميقة في جنوب المتوسط يعني بالنسبة ليك فرنسا على المستوى الموقف الدبلوماسي تساند هذا التمشي تساند الرئيس قيس سعيد في مقام به طبعا هي متفاهمة الأوضاع ومدركة أن ضرورة الإصلاح السياسي تملي جملة من الإجراءات متفاهمة أم تساند لكن تتألم من معناها التأخير والذبذبة اللي نزلت فيها الطبقة السياسية التونسية والمسؤولين التونسيين وتضيع الوقت يعني اللي قاعدين فيه إن شاء الله بدن تعطي دروس في هذا وهي بنت بورجيبة وبنت مدرسة عالية في فرنسا من أهم مدارس العالم في الميادين في الميادين في الميادين